نرجع تاني ونقول نلاقى للنهاردة تفوق طائرة تفوق سلة بس مستني التفوق في قرط القدم وعادة تانية لقى لقى متفوق في قرط القدم باسم تاريخي واسم عظيم جدا في تاريخ الرياضة المصرية بس الاهم الي مستنيات جمهير النهاردة عارف انت كده اللي هو ايه اديتني الحاجات اللي هي يببدأ السلطات كده في الاول اديتني الحاجات اللي بفتح بيها النفس لكن جميع النادي الاهلي تشبع امتى لما يكسبوا دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم يوم 30 مايو اي نعم برضو عشان بعمين يعني كده كده جميع النادي الاهلي معتادة مع النادي الاهلي انها ما تشبعش انها تخلص بطولة عايزة اخذ بطولة تانية او تالت سحب نتكلم في المستقبل القريب المستقبل القريب بيقول انه النادي الاهلي يمثل نفسه ويمثل جمهيره ويمثل كرة القدم المصرية ان شاء الله يوم 30 مايو نهائي دوري أبطال أفريقيا امام الوداد المغربي في المغرب على ارض الوداد بالمناسبة حتى هذه اللحظة لم يحسم الكاف لم يحسم الكاف الملعب الذي سيستضيف مباراة نهاية دوري أبطال أفريقيا خلاص هو الحسم ان المغرب هتستضيف اني ملعب بقى في المغرب لسه ما تحسامش استاد محمد الخامس اللي المفروض ده ملعب الوداد مش شرط هو اللي يستضيف المباراة وإن كان الأقرب بس مش شرط انه يستضيف المباراة في استاد مرشح جدا هو استاد الأمير مولاي عبدالله ده استاد أيضا مرشح لإستضافة المباراة على فاكرة فيه أكتر من ملعب جاهز ملعب لهدير ملعب في مراكش ملعب في أكتر من مكان لاه امتيازات ولاه او يعني يحقق شروط الكاف انه يستضيف المباراة وأنا ميالي ده بصراحة يعني بما أننا احنا خلاص يبيلنا أن المباراة تتلعب في المغرب ووفقنا على قرار الكاف فالكاف بقى يعني إيه ما يلعبش على ملعب الوداد ملعب اللي جنبه يعني ندينا أي حاجة بسيطة سهلة يعني وعرفنا كمان أن النادي الأهلي اشترط 40% من ساعة الاستاد أي استاد هايستطيع في المباراة الأهلي اشترط أن الـ 40% بشكل كامل يكونوا بتوع 40% من ساعة الاستاد الأهلي يؤصد بيها أنه لو اختار 50% من ساعة الاستاد فيه أماكن بتبقى فاضية في المدرجات بطبيعة الأمور الأمنية وخلافه فالـ 40% بشكل تام يعني مثل الاستاد ده بيسعى لـ 60 ألف متفرج فنأخذ 40% من الـ 60 ألف متفرج بقى والكراسي الفاضية والأمور الأمنية دي مليش دعوة بها أنا عايزة 40% من المدرجات وأعتقد الكاف هيوافق أعتقد الكاف هيوافق بشكل أو بآخر